قوات الاحتلال دمارا كبيرا في مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اجتياحها للمخيم لسيما في حارة الحشاشين التي أقدمت قوات الاحتلال على دهم المنازل وتفتيشها وشنت عمليات تفتيش استمرت لعدة ساعات المحال اتعرض للمرة الخامسة على التوالي للهجمات من قبل جرفات الاحتلال يعني كلما تدخل الجرافة والجبات من اول الحارة يعني بتدخل الجرافة لهدم حيطان وجدران المحال وبعدين بيسحب حالة ومضلم راحين وهي المرة خلال يومين مرتين صاروا هدمينها وأوقعت خسائر كثير في محل المول وكما بتعرف يعني في المخيم احنا هنا بيقدم كل المخيم وخاصة المنطقة الشرقية وكان المخيم والعديد من قرى محافظة نابس قد تعرضت لاهتداءات من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيها الذين هاجموا منازل المواطنين وأراضيهم في قرى جنوب المحافظة اليوم بعد الصحور دخل الجيش عندنا طوق البيت كامل وصار يكسر الباب الخلف عندنا باب تاني احنا بلش يكسروا من هناك معرفوش يكسروا ردوا رجعوا كسروا هذا الباب وفاتوا علينا وقبلها اول مبارح برضو اقتحموا هنا وكسروا الدار واعتقلوا بين اخوي محمد كعبي وب 18 اتنين برضو اقتحموا علينا واعتقلوا بين اخوي برضو لكابله قوة الاحتلال تواصل عدوانها على ابناء شعبنا من خلال مواصلة سياسة الاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات في القرى والبلدات الفلسطينية انتهاكات مستمرة ومتواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيها على اراضي المواطنين وامتلاكاتهم في العديد من قرى المحافظة وبات هذا يشكل عدوانا مستمرا على ابناء شعبنا في كافة انحاء الوطن من مخيمة بلاطة خليل ابو عرب تلفزيون فلسطين